يهدف الفريق حسب أعضائه إلى المساهمة في الدفع بمجالات التعاون بين البلدين وتعزيز عرى الأخوة والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان إضافة إلى سفر بلادنا شهد مبنى البرلمان حفل انطلاق علاقات الموريتانية المغربية نائب رئيس الجمعية الوطنية تطرق في كلمته بالمناسبة إلى تاريخ العلاقات الموريتانية المغربية مؤكدا أنها ستتعزز بفعل إرادة فخامة رئيس الجمهورية أسيد محمد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس يسعدني أن أشرف اليوم بصحبتكم على حفل انطلاق أعمال الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية وأنتم تعلمون أن بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة ارتبطان بعلاقات وثيقة تعود لقرون عديدة وقد أثمرت تلك العلاقات تعاون مشهودا ومثمرا يعكس صلابة وتنوع روابطهما رئيسة فريق الصداقة الموريتانية المغربية أكدت أن التعاون الموريتاني المغربية أثمر إنجازات هامة وعضافت أن البلدين يجمعهم التاريخ والجغرافيا معتبرة أن تشكيل هذا الفريق يدخل في إطار ما يعرف بالدبلوماسية الموازية ومن شأنه الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مزيد من الرقي والازدهار ونحن إذ نطلق أنشطة هذا الفريق لنتطلع بأمل كبير لما سيكون له بإذن الله من بالغ الأثر في تحقيق مسعان المشترك الرامي لتعزيز عرى الأخوة والصداقة التي تربط شعبين الشقيقين صحيح أن هناك عوامل عديدة بل ثوابت حقيقية راسخة تساعد في تسهيل مهمتنا لعل أبرزها أخوة الدين ووحدة المذهب والمقرأ والمعتقد ونسيج الثقافة الجامعة ووشائج القربى نسبا ومصاهرة السفير المغربي بموريتانيا عرب عن فخره بحضور إطلاق أنشطة الفريق خاصة أنها تتزامن مع الاحتفال بذكرى الخمسين على توقيع معاهدة الأخوة وحسن الجوار بين موريتانيا والمغرب مشيدا بجهود موريتانيا في ظل قيادة الرئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني في المجالات التنموية التي يحملها برنامج تعهدات وخطة الإقلاع الاقتصادي المصادق عليها معخرا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوم على أسس متينة قوامها وشائج القربى وأواصل الأخوة ناهيك عن المقومات التقافية والاجتماعية والإنسانية بل والتاريخية والجغرافية التي قل ما اجتمعت في العلاقات بين بلدين والتي تشكل دعامة أساسية دائمة لتحصين العلاقات التنائية والرقي بها وتجنيبها كل ما من شأنه أن يعيق ديناميتها وأهدافها المشهودة أعضاء الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية أكدوا على أن فريقهم والبرلماني سيساهم إلى جانب نظيره المغربي في التعريف بالإنجازات التي يحققها البلدان والدفاع عن مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنابر الدولية